مرحبا بكم مستمعين أهلا وسهلا بكم مشاهدينا ثمانية ودرجين على موجات أم الإذاعات إذاع الوطنية التونسية يتواصل لقافي يوم سعيد بدينا من ستة متع صباح وكما كل يوم نواصل معكم للتسعة في لقيت هذه يجي ذيفي نورنا هنا في سيديو نبيل بن زكري ذيف المتينال اليوم هو قاضي بالأساس رئيس مجلس المنافسة أسيد حسين القيزاني صباح النور صباح خير إن شاء الله نهارك سعد ليم مرحبا أسأل الله صباحك صباح السيد المستمعين مرحبا سيحسين جينا اليوم من سوسة تحييل كل مستمعين في سوسة جوهرت الساحل ثنية كانت لبيس مرحبا لبيس فمش برشك كذات المعتاد المعتاد مرحبا بيك مجلس المنافسة وما أدراك ما مجلس المنافسة برشا نيس تعرفوا برشا نيس ما يعرفوهش وما يعرفوش دوره برشا زيدا ينقضوه ساعات إيش قاعد يعمل وين هم التقارير متاعوش بما نشوفوش برشا بيانات منه وين هو مجلس المنافسة في الساحة اليوم وقتلي العالم الكل يحكي اقتصاد منافسة مشاريع وقتلي نحكيه زيدا فساد وملفات فساد فهمتانا وانا نحكي مع سي حسين قبيلة في الكواليس اللي المجلس هذا عنده دور كبير واللي تجربة مجلس المنافسة هي الأولى على المستوى العربي مجلس من التسعينات انطلق لكن قاعد يتجدد مع السنوات ومع تغير زيدا الساحة الاقتصادية والعالم كيفش قاعد يتغير مع تغيرات هذية المجلس قاعد يتطور ويتغير مش نعرفوه مليح معانا سي حسين لي أول مرة يقول لي أنا ما انتي بالأساس ملفات وخدمة قليل أو منعدم ظهور في الأعلام بعد الإلحاح والإسرار شرفنا وجب حذينا مش عرفنا بجلس المنافسة دوره صلاحياته العمل المتاعه كيفش تطور مع الوقت المجلسة ذلك شكرا على الاستضافة بالنسبة لمجلس المنافسة يعني بالفعل احنا في تونس عنا التجربة الأقدم على الصعيد العربي يعني القانون منظف المنافسة في البداية يعني يعود لسنة 1991 تبقى عنا حاليا يعني قانون عدد 36 سنة 2015 حاليا هو هذه أعادة تنظيم مجلس المنافسة بالفعل يعني مجلس المنافسة يعني له دور هام جدا ممكن نعطيه بسطة موجزة للسادة المستمعين عليه هو ساعة مقبل كل شيء هو هيئة تتمتع بالشخصية القانونية لها الاستقلالية تامة ولها الحيات ولها الحيات بالطبيعة مجلس المنافسة يعني عنده تركيبة يعني تتكون فيه قضاة وفيه ناس مختصين من ذوي الكفاءات يعني في الميدان العلمي والاقتصادي ومن لهم التجربة في مجال الاستهلاك والمنافسة إلى آخره هناك تركيبة مختلطة فيه هيكل بحث يعني وهو النواة يشكل النواة متاع المجلس يعني هما شبيهين يعني باش نقربوا الصورة للسادة المستمعين يعني هما شبيهين بقضاة التحقيق في المحاكم العادية يعني هيكل بحث يعني عن عدد هام من السادة المقررين وهم من خيرة الكفاءات في تونس يعني في ميدانهم يعني لهم القدرة على صبر أغوار السوق لهم معرفة معناها ممتازة في هذا المجال يقومون بمهام تحت شراف مقرر عام يعني أبحاثهم هي عبارة على دراسات السوق يعني بالفعل يعني دراسات ذات عمق كبير بالإضافة لذلك يعني عنا باش المواطنين يفهم عنا مسألتين المجلس أساسا عنده دور استشاري وعنده دور قضائي دور استشاري فيه استشاري وجوبي وفيه استشاري اختاري يعني المشرع نظم عنا حالات معينة استشارية وجوبية يبدي رايو استشاري وجوبي وعنا حالات اختارية بدون الخوض في الكثير من التفاصيل يعني باش مضخلوش عنها معنيها مش نبسطوها للناس اليوم مجلس المنافسة هو اللي يشرع او يحدد الترتيب متاع المنافسة في البلاد بالنسبة مش هو او هو يراقب ما مداء احترام الترتيب هذية النصوص التي لها النصوص القانونية والترتبية كل ما اللي هو علاقة يعني بهذا المجال تعرض وجوبا على المجلس لأبداء رأيه كون يعرضها على المجلس يعني تعرض عالوجوبا من الوزارة الوزارة؟ وزارة التجارات من وزارة التجارات وحتى باقي الوزارات تحال على المجلس المجلس يتعهد مناهي تحال عن طريق وزارة التجارة للمجلس المهم جميع المشاريع النصوص تحال على المجلس يبدأ الرأي فيها وجوبا وكذلك المجلس يمكن أن يستشار من عدة مصادر أخرى ولكن المجلس يبدأ رأيه في هذه المسائل يبدأ رأيه عن طريق تركيبة موسعة تركيبة موسعة تركيبة بالجلسة العامة تركيبة موسعة من قضاء وإلى خيره والمختصين وعن التركيبة الثانية وهي الدوائر والدوائر هذه لها دور قضائي تبت في النزاعات المتعلقة بالمنافسة الدوائر هذه تتركب من رئيس الدائرة ومن أربعة أعضاء وهي تنظر في كافة النزاعات التي لها علاقة بالمنافسة وتصدر قراراتها وهي قرارات قابلة للطعن بالاستناف ويمكن أن تكسب النفاذ العاجل وكما لها أن تصدر حتى قرارات وقتية قابلة للنفاذ على الفور يعني لعديد المجالات هذه فكرة عن مجلس مش نقربه أكثر من المواطن اليوم التونسي يشكي من الارتفاع الكبير للأسعار وقبيلة في القوف نوانا نحكي معاك قوتي الارتفاع من جيش هكيك فيه زادة دراسات وملفات وعليش الدنيا غليت بطريقة ذاية في تونس انتم كمجلس منافسة كيفش حللتوا الظاهرة هذية وهل يعود هذا إلى سوق حوكمة أو إلى ملفات فساد في مجموعة من القطاعات ملف الأسعار بطبيعة ضي ملف كبير وملف هام بطبيعة مش مش نحصره احنا في مجال بركة ولكن المنافسة عندها جانب هام جدا لها دخل في الموضوع الأهداف هي بصيف عامة اللي هي يسعى المجلس يعني لتحقيقها من خلال النص يعني هي الحفاظ على التوازن العام والسوق ورفاها المستهلك والتنمية الاقتصادية وهذا ما يتأتيش بطبيعة وش يكون الأسعار مش تكون الجزء يعني لها نصيب الأسد في الموضوع هذاك عليش يحن من أبرز التصرفات التي تشكل إخلانا بالمنافسة هي يعني جميع التصرفات التي تؤدي إلى معنى يمكن أن تعطل يعني أعمال قاعدة العرض معنى والطلب يعني في السوق كل ما يمكن أن يؤدي إلى تعطيل هذه القاعدة بسطة اتفاقات أو أعمال احتكارية أو غير ذلك من شأنها إما العرق للدخول إلى السوق أو تعطيل قاعدة العرض والطلب يعني تولي الأسعار محددة بمقتضى اتفاقات هذه كلها كي يتصدى لها المجلس يتصدى لها سواء بعرائض أو يتصدى لها حتى يتعاهد بهاتل قائيا بالطبيعة الأسعار هي في جزء منها يعني في جزء منها يعني تتأثر بشكل هام بخصوصا بهذه الاتفاقات هذه الأعمال التي ترمي يعني باش تخلي الأسعار مرتفعة يعني تصير اتفاقات بين المتداخلين في القطاع باش يحاولوا أنه يكون أكل منتوج أو تلك الخدمة في حدود سعر معين أضايب أتباع باش يكون هذا تأثير بيك نعتيو مثال حي نعتيو مثال حي نحن قدمين على عيد الكبير الناس كل تحكي على سوق اللحوم الحمراء اليوم والأضاحي أنت كمواطن وكقاضي وكرئيس مجلس المنافسة شو تقول لنا في الموضوع ذلك؟ بالتأكيد مثالة يعني اللحوم الحمراء هذه مثالة هامة ياسر أحنا كنا واعين بها شفت بالإضافة لك الدورة اللي حكينا فيها القضاء والاستشاري المجلس المنافسة كذلك يقوم بدراسات سوق وبالفعل يعني أخضعنا سوق اللحوم الحمراء يعني أحنا عنا يعني قضايا منشورة في خصوص الدواج ومعنا في غيره أخضعنا بالإضافة لذلك الحمراء لدراسة معمقة لرصد أي إخلالات الموجودة بهذا الشأن وكذلك حتى تربية الأسماك تربية الأسماك كذلك أخضعناها لأن الأسعار أحنا بصفة عامة يعني أسعار السمك وأسعار الدواج تؤثر بدورها على الأسعار يعني اللحوم الحمراء يعني الأسعار لها علاقة نحن نعرفه في الواقع إذا كان الأسعار يعني انخفضت مثلا في الأسماك تؤدي بدورها إلى تأثر على الأسعار كذلك في الدواج يعني هذه فما علاقة جدلية على المنصف الأسعار أحنا تصدينا على كل كمجلس منافسة تقريبا أخذنا القطاعات هذه لها مساس مباشر بالمواطن أعطيناها الأولوية وحاليا يعني فما أبحاث ويعني عهد بدلت أبحاث يعني عن ناس مختصين يعني فما دراسات معمقة باش نبحثوا على كل مظاهر الخلل يعني من حيث المنافسة في هذه الأسواق نبحث وقعدين على كل ما من شأنه يجمكون مس وأدى إلى هذه الأسعار وسيقع إن شاء الله في صورة رصد الإخلالات يعني وتحديدها سيقع التصدي لكل ذلك بإذن الله ما بين الدراسة والنتيجة والتصدي للإخلال قديش الفترة الزمنية تقريبا نحن 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 نحاول قاعدين في المجلس بإذن الله وسعين أن الملف فضايا ناخده بكافة مراحله بكافة بمراحله يعني أنا الأوام يعني مش باش نجيه الظاهرة يعني مش ناخده جزء منها بسيط ولا أوش نختصرها في كبش العيد لا يعني المسأل هذه يلزم الدراسات هذه لأنها ستكون يعني منطلقة حتى لتوصيات يعني المجلس له يخول له ويعني مجلس منافس بإعطبيع يقوم بدراسات هذه بالاشتراك يعني عنده قاعدة بيانات حول السوق يقوم باب الاشتراك مع وزارة التجارة يعني أحنا الدراسات هذه نحاوله أنا ناخد السوق هذي بشكل معمق ندرسه بكافة تفاصيله لابد باش ناخده جميع المراحل المربع ويزم نرصد الإخلات في جميع هذه المراحل يعني نحاوله مش مجرد احنا الهدف هو أننا نتصده للإقلال ولا نسلطه عقوبات لا يزم العمل يأسس يعني إذن زد الإقتراحات فعالة معناه للسلطات كذلك يعني ممكن يكون باب لاتخاذ إجراءات يعني تحاول مستقبلا تتلافى أسباب الإخلالات اللي رنها اليوم معناه مش نحاول ومعناه لذلك بتبيع عظم كلي كي يطلبوا يطلبوا شوية وقت يطلبوا أنتما شهر تقريبا التالي دايت المواطنين قلتوا في بلاغ لكم اللي إذا فيكم مشكون إيراء أي تجاوز تنجموا وتبلغوا عليه وحتيتوا حتى معناها أدغيس ميل عنوان إلكتروني فإلى حد الآن قادين قادة توصلكم بعض الشكيات ديما في نفس المجال اللحوم الحمراء هي تجربة جديدة مثالة البلاغات في العادة يعني قبل نتعهدوا بالملفات ما كانش تصدر هالبلاغات هذه عملنا هالتجربة جديدة في إطار مهام المجلس في نشر ثقافة المنافسة قلنا في نفس الوقت نعمل بلاغ في نفس الوقت كانت لاحظتش البلاغات حتى هنا في أهم الإخلالات اللي ممكن تطرق في بجال المنافسة باش نوعي كما قالت تحديد الأسعار حسب سير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب الحد من دخول مؤسسات أخرى للسوق ولا من المنافسة الحرة تحديد ومراقبة الإنتاج والتسويق الاستثمار تقدم التقني تقاسم الأسواق أو مراكز التاموين هذا اللي جاء في البلاغ متاعكم وعندكم رقم أخضر زي دا اللي هو 80-191 80-191 في كل المجالات هذية أي حاجة نرى صحيح نحن حطينا البلاغات هذه في خصوص يعني المسائل التي وقعت عرضها يعني كالسوق ذيك ولكن نحن في العادة نتلقى البلاغات حتى أي إن كان يمكن لو أن يتقدم بلاغ في أي مجال يتعلق بمنافسة دي مهد القديش شهريا سيحسين أنت من ديسمبر اللي فيت في رئاسة مجلس المنفسة مدى التواصل مع المواطن قد يجيكم من الميل من المكلمة من إشعار أول حاجة التجربة بتاع البلاغات هي هذه التجربة حديثة قاعدين نقوموا بها لأول مرة ثانية حاجة حطينا فيها مضمون جديد اللي هو ما تطرحش بالكل قبل يعني المواطن زال ما عرش مسألة أنه عنده الحق في العفاء من العقوبة وفم حالات تخفيف في العقوبة وهي مسألة هامة ممكن اليوم مازال مشوعة بها ولكن أكد لك في المستقبل القريب إن شاء الله الناس كل يكا بيش تولي شغلها الشاغل عليها الشغل لأنه كيف تتحل أبحاثة وحالين فما أبحاثة كبيرة فما قطعات كبيرة قاعد تتحلت كما قطع البنوك اللي البراحة يظهر لي فما الجديد في الموضوع هذي البنوك وتجاوزات البنوك وتوظيف الفوائد على أقصة القروض المؤجلة في فترة الكورونا ملف مهمة بالنسبة للملف البنوك هذا كان عنها قضية تم تعادل بيت القائين وبالفعل تم نظر فيها تم إصدار قرار المجلس بشأنها أمس في ساعة متأخرة برح في الليل تم البت فيها أمس تم البت فيها أمس ونتيجة البت يعني تقريبا نستنى في نهاية هذا اللي قال بشنون شروه وشنبطو فيه بلاغ بحول الله ما نتيجة البت يعني هناك بنوك يعني أدينت هناك بنوك لم تدن وهناك يعني خطايا هامة هناك خطايا هامة صلتت بعض البنوك بطبيعة هناك بنوك يعني لم تدن يعني المجلس صفاهة يعني أخذناها حالة بحالة البنوك التي تم تدانا وتتم تسليط عليها خطايا بطبيعة في تسليط هذا الخطايا يعني المجلس راعة المعطيات الكليكية راعة معطيات ملف راعة نوع الخطأ المنسوب مدى أهمية وحجم الضرر زاد وضعية وضعية المؤسسات هلية مؤسسات وطنية زاد راعة يعني المجلس أصدر يعني معناها حكمه بطبيعة كيف أي قضاء عادي آخر يعني بإراعي ظروف كل وضعية على حدات معنيها الناس اللي يتات فوائد على أقصات القروض متاحة المؤجلة في فترة الكورونا وقت اللي العالم الكل وقف وقت اللي تم الإعلان على تأجيل وإعادة جدولة للديون هذيك فما بنوك ما احترمتش المواطن اليوم ينجم يسترجع أمواله اللي يعطاهم على غير وجه حق يعني أخذو هاملو سرقو هاملو نقولونا بالنسبة لنحن المجلس منافسة اتعهد بالمسألة هذه على صعيد المنافسة ورينا أن الممارسة التي تمت من بعض البنوك هي ممارسة مخلة بالمنافسة سواء كانت عمومية أو خاص احنا الحقيقة احنا هنا في تونس ميزو عنها مسألة هما ياسن كرسو فهي مسألة الحيادة التنافسي وهي مسألة بالحاق يعني تجربتنا في تونس رايدة في هذا المجال والمجلس مش مليوم حتى من عنده فقط قضاء يعني مستقر منذ سنوات عديدة يعني أنه يكرس حيادة تنافسي يعني وهو الحقيقة هذا يكون حافز حتى للمستثمر الأجنبي يعرف أنه يعني ما فماش تمييز احنا في تونس هنا أن الجميع يخضى على القانون ما عناش تمييز هذا يعني هذا الهيكل يعني تابع للدولة أم هذا تابع للخواص يعني حقيقة حنا في تونس الجميع يخضى على القانون يعني على قدم المساوات وما يعطلق عليه بالحيادة التنافسي وبالفعل يعني كيف كيف احنا نظرنا في القضاء هذه لا سوناك التفرقة يعني البنك من قام بالإخلال يعني يودان من لم يقوم بغض النظر له ننظر له طبيعي فما فرصة الاستيناف وقت اللي مش يزر البلاغم تاكم والحكم بتبيعها عندهم قررت المجلس هذه يعني بتبيعة الحال قابل للطعن بالاستيناف الحكم ما كانش مكسب في العجل بتالي فهو الاستيناف يعني يوقف التنفيذ يعني وفقا للقواعد العادية يعني والطعن يتملد المحكمة الإدارية يعني يسيقى بطبيعة الحال يعني قاعدين تقوموا ببرشة حاجاته بدور كبير لكن ما هوش يظهر كما يلزم للمواطن مثلا وقت اللي أوقفت العمل وقتين بالتسعير الجديدة للمحامين هذا يتم في مارسلي فيت وإلا وقت اللي فما العقوبة متاع المخالفة القانونية اللي لتهم كل منه مشروبات وقت اللي يخذ وغرامة مالية عليش ما فميش تواصل مع الرأي العام سيح السين بالنسبة للمجلس أولا يعني حاليا احنا عنا موقع يعني بشيكون عنا موقع إلكتروني تم أعداده وانتهاء يعني في القريب العاجل جدا بشيكون موجود على ذمة المواطنين وبحاول اللي ستنشر فيه كافة قرارات المجلس ستنشر فيه كافة قرارات المجلس وهو مثلا بالقانون يعني قرارات المجلس تنشر ولكن الحقيقة أرجعناها حبينا عنا موقع جديد عصري حبينا معنا بش نبطوه في الموقع العصري بذلله بشيكون موجود ولكن نحنا المجلس بعد فترة فراغت عدابيها وبعد ما استكملت هيئته معنا التجربة كل حديثة يعني شخصيا نعينت يعني خلال شهر ديسمبر وسيدنا بالأول ما عندوش فترة طويلة يعني استكملنا تركيبة الهيئة حاليا قاعدين نعمل بدور كبير في نشر ثقافة منافسة كان عنا يعني 22 و 23 ماي منتدى المنافسة العربي يعني تمت استضافة الدول العربية ومنظمات عالمية يعني كان منتدى هام جدا وساهم بشكل فعال في نشر ثقافة منافسة يعني منظمات يعني لسكوال لانكتاد الأوسي دي الكوميسا سيل دي بي يعني منظمات عالمية كبيرة معنا شاركت في المنتدى هضايا قام به المجلس بالاشتراك مع وزارة التجارة ومع المنظمات هذه وكان عندو إشعاع وطني تمت استضافة يعني الأشقاد والعربية الكليكين كانك حتى طلب في مسابقة عالمية مسابقة تحدي المنافسة الدولية لماذا هذا المنتدى تم تشريك يعني الطلبة وزادها كانت فرصة طيبة زادها شارك المعدة على القضاء معنا والمعدة على المحامات معنا يعني الحقيقة كانت فم إقبال وكانت فم تعريف بالمناسبة في صفوف الطلبة في صفوف الدارسين وحنا فم حالين يعني أمام بالتجربة يعني بالتجربة يعني شفت الإشهار الإشهار هو قراراتك هي التي تشهر يعني النهار اللي تكون فاعل في السوق طيب سيعلمك الجميع فأتني يعني أذكر الأهم مو بحول الله قدت لي ملفات كبيرة قبيلة ونحن هي بتبيع المجلس فما مزالت الملفات متعهدين ملفات هامة ياسر وكذلك أهم الملفات شنا والله يجي نقول لك أحنا ملفات عديدة حللنا الدراسات الميدانية في برشا القطاعات البعث العقاري الإسمنت يعني من الإنتاج الجميع مراحله الإسمنت البعث العقاري عنا ملفات أخرى موضوع قضايا أهمة وكذلك ستكون عندنا إن شاء الله يعني قطاعات كاملة سيقع أخضاها يعني هو تقريبا جل القطاعات بإذن الله سنخضعها للبحث يعني والدراسة يعني لأن بالفعل لأسف إخلالاتنا المنافسة لاحظوها في جزء كبير من القطاعات بنسب متفاوت فإن شاء الله القطاع لما فيه إخلالي بفعل كل الحطاعات يعني هذه حقيقة يعلمها المواطن بالعين المجردة ولكن نحن قاعدين ماشيين وفق أولويات وفق استراتيجي معين القرارات التي تصدر جديدة نتعهد بها مباشرة أي قرار جديد يصدر فنتعهد بها مباشرة كما مثلا تعريفة الأجور السادة المحامين أي حاجة جديدة تصدر فنحن نتعهد بهذه كتابة استراتيجيتنا أي حاجة تصدر جديدة في المجال بإذن الله سنتدخل ولو تلقائيا يعني أي حاجة تصدر في المستقبل المجلس بالنسبة بإذن الله سيتدخل مباشرة وبالنسبة لما هو باقي ذلك والقطاعات والإخلالات نعملين استراتيجي معين تقوم قاعدين نتبعوا في القطاعات التي عندها مساس مباشر حاليا بوضعية المواطن كم ترى المواطن عنده إشكاليات عديدة في البعث العقاري عنده إشكاليات العديدة في المواد البناء يعني في عديد القطاعات نحن عاملين ترتيب وعننا أولويات خطأ عنا عدد كبير من الملفات زي كان منشور في طور التحقيق مزات بعض القطاعات ومزان برشا مجالات وشن ندخلوا في أخي نستنعوا أن قاعدين نخرجوا في الملفات هذه من طور التحقيق يعني كتخلت للمجلس أنت تلقى ديجاب برشا ملفات صحية خطر المجلس عنا فترة صارت عفراغ ما صارت ردتش فيها قرات ولكن السادة المقررين كان يبحثوا في الأثناء وجاهزونا الملفات بطبيعة يعني كي جاءت ونلقى عدد كبير من الملفات شبا جاز كل هلالفصل طو أصبحت المثلة مسألت مسألت يعني باش تفصل وإحنا ما نفصل ورانا مش كيكو برا نفصل يعني عن إجراء التقاضي عن سدعات معنا هي خدمة عادية متاع المحاكم هي خدمة عادية المحاكم بين القرار والتنفيذ برشا وقته لأنه ديما يقول لك عنا مشكلة في التنفيذ التنفيذ للقرارات تنفيذ قرارات المجلس عنا أجزاء فمّا مسألة الكف على الممارسة وعنا قرارات ثانية اللي هي الخطايا المجلس من قبل يعني أصدر قرارات عديدة في المجال قرارات الخطايا الحقيقة تنفذت لكل بتاع الكف على الممارسة يعني هي القارة هذه معنا ترجع بالنظر لوزار التجارة وزار التجارة بدورها يعني بالفعل يعني هي بدورها عاملة مساعي كبيرة في المجال الغاية ومع الملاحظة أن في صورة أي إخلالات يعني فما تنصيق فما في صورة أي إخلالات باش ترصد في مجال تنفيذ القارات وهذا المستقبل باش يكون مجال للتدخل المجلس مجددا يعني مش بش يكون فما مجال هاوش نصدروا لك قرار خاطر فهم البعض فهم مؤسسات اختيت فكرة أن يسخلوا ويظنوا هان الخطير خلاصة وتنفيذ مش مشكلة لا لا نقول له منذ الآن يعني مش بش ينفذ قرارات المجلس هذا في حد ذاته يعني يجب يكون تحطيلة الفصل 43 يجب يكون عرضه لعشرة في المئة من رقمه عاملات وهو السنوي يجب يكون موضوع خطيئ جديد وطبيعة المسألة التنفيذ تعوده بالأساس لوزارة التجارة ولكن الآليات القانونية موجودة والوزارة يعني على حد علمنا بطبيعة يعني احنا يعني هي بدورة ساعية وستكون مواضيع القرارات هذه كلها هي بدورة حارصة على تنفيذ هذه القرارات ان شاء الله اخر كلمة ليك حاجات وجهة للمواطن تونسي ليسمع فينا فيما يتعلق بالمنافسة واخلالات المنافسة ومجلس المنافسة يعني نأكد على مسألة معينة مسألة يعني المسائل المنافسة هي مسائل بالأساس يعني مش تعود على المواطن يعني اذا كان مش نحقه نتيجة راب المواطن بشير المسهب معنا بشي يحسها بالملموس بطبيعة المواطن يجب يكون عنده دور كبير يسر المواطن كلي كاي تقريبا نحدك يتحكي مع المواطن كلي كاي عندما تنتقد عندما تحكي احنا نقول لهم هاو الباب مفتوح ايجوا تفضلوا عنا الموقع مجل المجلس عنا مفتوح تجم تقدم هذه حاجة تجم تتفيد الحاجة الثانية انا الناس اللي هي تعرف روحها سبق لها انها تورطت في تحالفات هي تعرف حالين تحسب روحها في مأمن وهي تعرف روحها ما تورطها في تحالفات وأثرت نقول لها انه عندك المجال مفتوح لانك اليوم كي تتقدم انت وتكون الاول فتقدم تجم تعفى من العقوبة ولكننا هو ما ترى شكل وضع يعني هو بش ينجيوهم المجلس احنا جاين جاين للنس كل منها القطاعات كل جاينها بإذن الله اما النحظة يعني اذا كان سبقك الغير يعني بتبيرت الحال ستخسر هذه الامكانية وبالتالي اللي يعرف روحوا عنده اشكاليات يحلل اشكاليات متاع ومتاع يعني حابين يقولون امرهوا فما باب قانوني اسمه لعفام العقوبة فما باب قانوني اسمه التخفيف من العقوبة فما بغض النظر حتى الناس اللي مش متورطها راي عنده كل مواطن هذي انت كي بش جيل المجلس انت قاعدة دافع على السوق ترى تعرف الناس الاحتكارات تعرف مخازن تعرف عمليات بالحق ايجا بلغ انت بش تخدمه حتى كان ما تمشيش عندك ثمانين ميامية وحدة سعين يعني احنا نجمه النظر من السرية لمن يشاء اي يعني سرية ذاته يعني باش انو ما يتعرفش لانو فما البعض جانا قال اني نحب مبلغ اما ما نحبش نتعرف من حقهم مش يحمي روخوا ايه احنا بطبيعة الحال حماية المبلغ عن الفاسه زي بتبيع احنا الاهم بالنسبة لنا هي انو نوصل للحقائق ونوصل لأعماق السوق باش نحاولوا معناها انو نخرجوا بنتيجة باذنا الله وبطبيعة الحال احنا اللي حب يعطي معلومة تم لبلاد اذي او تم في نفس معنى الجميع نحن بطبيعة نجمه نضمنوله السرية زي ما قدي يزمنا من سنين مش تكون بلاد خالية من الفساد والله يجو نقول لك خالي خالي من الفساد انا منش بالاحلام نوما بالعمل العمل يلزمني ادوات عمل حاليا نحنا قاعدين ننشو في بنك معلومات هو يعني مش موجود ان شاء الله في الوطن العربي بنك معلومات يعني نبحثوا في ادوات علمية قاعدين نخدموا في منهج علمي قاعدين فما تنصيق حتى مع الادارات الكليكي باش نوصلوا انه نتمكنه مش بسهل يلزم فهم مجهود وطني مشترك وهذا نؤمنوا به المجلس مش باش يخدموا واحده المجلس في مجال البحث باش يمشي وباش يستعين بكيف تجهيزة الدولة وبكيف كذا بالتعاون بطبيعة مع وزارة التجارة ولكن بعد تالي يوم لكن على مستوى القرارات اللي نأكدوه راهي 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 اما راك امام محكمة راك امام عدالة بشي تطبق القانون حتى لو تعهدنا تلقين نجمنا تعهدوا تلقين طو بالبحث وبعتنا نقول لك لك ما عملتش يعني راهي حقوقك القانونية مكفولة طو كما ماذا نقول لك البعض ادين البعض لا يعني المجلس في الاخرى امام قضاء وامام درجات تقاضي يعني على مستوى القرار ما فماش داعي حتى حد يعني لا فماش داعي من خشة اي شي حقوق الدفاع كافة مضمونة ومناش ماشين بقصد باش يعني لأي انسان متعمدين الهدف هو تطبيق القانون سنطبق القانون وغايتنا قبل العقاب غايتنا هي اصلاح ومعرفة ما كان من الخلل في البلاد نحاولو باش نتداركوها دون الاصلاح دون تصليط الاهم من هذا وذاك ما تهمنيش العقوبة بي قدم ما تهمني ان عرفنا الخلل واننا نكونوا سلطة وعننا قدرة على الاقتراح كيفية تدارك ذلك مستقبلا يعني ان شاء الله المجلس بلدنا يطلع بدوره يعني في السوق يطلع بدوره وفي توازن العام للسوق وفي رفاه المستهلك ان شاء الله سهلك هذا اللي يتمنىه معه تحياتنا ليكسي حسين القيزاني قاضي ورئيس مجلس المنافسة شكرا على قبول الدعوة شكرا على المواطنة هذي الكل ومن خلالك تحية الى كل اعضاء مجلس المنافسة واملنا كبير ان الملفات تفتح ونعرف نتائج البحوث وكل واحد تجاوز القانون ما يتحاسب يتحمل مسؤوليته القانون فوق الجميع شكرا شكرا على الاستضافة وتوم بيتكم ممكنتون من فرصة احنا بيش نعرفوا بالمنافسة وماناو بمجلس المنافسة شكرا على الاستضافة شكرا شكرا شكرا